تعال لك سؤال غريب شويتين يناير اللي فات الاهلي عنده نقصان في خط الدفاع بسبب إصابات وسبب رحيل بعض اللاعبين فالأمور صعبة اللي بيلعبه رامي ربيع ومحمد عبد المنعم والباقي مش موود يعني حتى محمد بيتولي بعيد خالص يعني بقالوه فترة ما فكرتش في ضحص كده قلت ايه الاهلي ممكن يخبط الباب ويقول لي ما تيجي يا سعد في يناير محتجينك معنا تشين معنا شوف انا بكلامك في حتة انسانية على فكرة مش مهنية انه انت قاعد معنا بس كده تقول ايه والله في النوصان ده علي حد بيخبط علي يقول لي تعالى سعد اشتغل معنا الفترة الجاية هو يعني اللي انت بتقوله بالنسبة لي ما كانش في الحسابات لسبب لان انا لما جيت خرجت يا كريم انا اللي طلبت ان انا نخرج فلما تيجي تطلب ان انت اللي تخرج فانت عارف ان وقت الخروج بتاعك انت كنت شايف ان ده الوقت الانس فما فكرتش في اي حاجة تانية لاني انا كنت اصابتين وعادت سنة ونص وقت طويل جدا محتاج تلعب وبصراحة في الوقت ده كان الكابت الخطيب يعني انا عادتنا عام شكل شخصي وعادنا مع بعض في المكتب عنده وكلمنا وقت طويل جدا وكلم في كل حاجة يمكن الناس ما تعرفش في ناس فاكرة ان الناد الهي طلب ان انت يعني بالعكس انا اللي طلبت ان انا اخرج كان الكابت الخطيب في الوقت ده طلب مني ان انا كمل عادي انا كان فاضلي سنتين وطلب مني ان انا كمل سنتين اول مرة الاهلي في العيب يمشي من الاهلي يطلع بيان توضيح وشكر وتفاصيل كتير يعني انت مشايانك من الاهلي كان مشايان بينك وصين كده مثالي الحمد لله يعني انا حتى قلت ساعتها اللي بيزرع خير بيحصد خير اللي بيزرع حاجة صح وبعدين لقيت تأدير واحترام كبير جدا من الكابت الخطيب كلام الالهولي نفس الكلام اللي نزل في البيان وليت الكابت الخطيب يعني مسجل كل المواقف الاجابية اللي انا عملتها في النادي في الاربعتاشر سنة اللي انا كنت موجود فيهم من النشئيلي الفريق الاول فبالعكس كانت حاجة بالنسبة لي مشرفة وحاجة كبيرة جدا تعرض علي اللي انت عايزه تعرض علي يعني حاجات كتيرة سواء شغل سواء ان انت تبقى كادر بعد كده فطلبت من الكابتن محتاجها لعبه كان فيه بقى تجربة فيوتشر تجربة جديدة وكانت حاجة جديدة بتتعامل كنت حاب ان انا اخدها كنت رايح كابتن فري برضو رايح بتحديات وافكار حاجيلك على فيوتشر وحاجيلك كمان على السرماية كيلو بطرة يعني الصورة دي ايه الصورة دي يعني كانت بالنسبة لي يعني كان عندنا احتفال يومها تكريب من النادي الاهلي وكان فيه احتفال بالنسبة لي ان انا خلاص هاخرج من النادي عارة وكده ساعتها انا اول مرة حد يشوفني ببكي يعني اول مرة كله مدعوب بقى بخزر وبقى حك وكده اه ساعد فيه دحك اه دم موجود ساعدة بقى حندحك كلنا فما قدرتش بقى امسك نفسي يعني اللحظة كانت صعبة بالنسبة لي يعني برضو افتكرت عمرك كله اللي قبضته في النادي وان انت مش هتبقى موجود يعني دايما كنت بقول لي وليد العربية عارفة بتروح النادي ازاي لوحدها اه يعني لان وليد احنا كنا ساكنين جنب بعض اه فالموضوع كان مؤثر بالنسبة لي افشا بيقول لي يعني اسمات افشا في اللقطة زي دي بيقول لك انا كنت فاكرك بتهزر اه مش بتعاق لا مش هو الوحد وكزر حد اه الوحد كيبا بيعادش بجد صح افشا وكان طاهر وكان وليد يعني ما كانوش متوقعين بيتعاملوا معاك انو ده بقلب مسك نعمش انا بقلب بيقول لك كمال خفاية وبتاع وبيتصور